يا جماعة صلوا على النبي علي الصلاة والسلام زيد النبي صلى علي الصلاة والسلام كلو سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله اللي هيتقال النهارده في الحلقة بتاع النهارده تحديدا ايه حاجة ما حصلتش في كوكب الارض يعني حاجة محد يجي يقول لي يا سامي اصللا لا ده حصل واحد 2-3 التبقام خلص شجعب ايه واحد زائد واحد بتسوي 8 لا الهارده في الحلقة بتاعتنا ده واحد زائد واحد بتسوي 15 ليه يا محمد السلام فيه إيه اللي حصل بصوا جماعة من الآخر كده اللي هقوله ده حصل في عالم موازي للعالم اللي احنا عايشينه فما حدش على دراية وعلى معرفة بغير العبد لله لأننا لوحيدة من روحة العالم الموازي ده وقدرت عرف اللي حصل وجاي حكوه لكم عزائي السادة المشاهدين اعتبروها حدودت قبل النوم تحدث الآن مجزرة وإبادة جماعية لكل ما يخص نادي الزمالك في العالم الموازي للعالم اللي احنا عايشين فيه وإبادة جماعية لكل ما يخص نادي الزمالك ونادي الزمالك هتقول لي إزاي اللي بيحصل أقول لك والله يا بديسكت يا جماعة اللي أنا شوفته هناك لو حكيته لكم مش هتصدقوا والله إبادة جماعية حرفيا نادي الزمالك في العالم الموازي دلوقتي بيتخذ يتحط على الطريق اللي أودى بنادي الترسانة للمكانة اللي هو فيها اللي أودى بنادي الأوليمبي للمكانة اللي هو فيها اللي أودى بنادي السكة الحديد والترام والأنديها اللي كانت جماهرية وان ده عريقة اودة في العالم الموازي اودة بيها او بي ايو والله جماعة نادي الزمالك بالبلدي كده تحطى على الطريق اللي بيودي للناس دي وايه بقى لا ده تحطى على الطريق وبيتزع وبيتربد لسلب وبيتشد من الناحيتين يعني عندك دفع امامي ودفع خلفي بسم الله ما شاء الله رايحين بسرعة الساروخ في العالم الموازي للعالم اللي احنا عايشين في ده هتقول لي خير يا سامي ايه اللي بيحصل هقولك والله هاي سكتوا جماعة ده الموضوع اهناد كبير اوي عقوبات عمالة تحصل على نادي الزمالك ومشوا رئيس النادي وكل شوية يجيبوا لجنة مؤقتة لجنة ما هيش فاهمة اي عاجف اي عاجف اي نيلة وده عمال بيدش ده ساعة معنا جايبلكو سكرين شوت من العالم الموازي ده والله يعني يعني بص نحاول نشوفه مع بعض بص بيقولك ايه اكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في العالم الموازي للعالم اللي احنا عايشينه رفضها التام العقوبات التي اصدرها الاتحاد المصري على الكرة القدم مؤخرا تجاه لاعبي فريق الشماب بالنادي في العالم الموازي وقدت اللجنة انزعجها من القرارات وانها ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي بسم الله ما شاء الله يجعب معها نادي الزمالك في العالم الموازي عنده مجلس ادارة قوي بيطلع بيانات قوية وقامت ادارة النادي بالانتصال بمسؤول اللجنة السلسية في العالم الموازي للعالم اللي احنا عايشين فيه بالتحاد الكرة للتأكيد على رفض القرارات وان ادارة نادي الزمالك سوف تصعد الامر حتى لو وصل لتجميد النشاط الكرة بسم الله بصوا يا جماعة انا بنتشوت هدوا رجلي هناك في العالم الموازي نتمنى جميعا ان احنا نكون عايشين في العالم الموازي ده عشان نشوف اللي بيحصل لان احنا عندنا هنا دلوقتي في العالم اللي احنا عايشين فيه مجلس الادارة ما يقدرش يقول البقئين دول لان بمنطقة البساطة الناس اللي جابتك مش هتسمح لك مسهلا مسهلا انت توقف نشاط كرة القدم فهناك متفهمش الناس جايبون القوة والكلام ده عشان يقولوا البقئين دول ازاي وهنا مش قادرين يقولوا كلام زي ده وبص بقى ايه بقى هنا بيقولك وكانت لجنة الانتباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد اصدرت كرارها بالعقوبة الواجبة في وقعة الفيديو المنتشر لعدد من لعب الزمالك ضمن فريق موليد 1999 ده هناك وتضمنت العقوبات ايقاف امام عشور في العالم الموازي مش امام عشور بتاعنا احنا اتناشر مباراة وغرامة مالية قدرها 200 الف جنيه بالاضافة ايقاف خمس ناشئين اخرين ثمان مباريات مش مهم طبعا ام مين اهم حاجة ان ام خمسة وخلاص معها بشتفرق ومئة الف جنيه غرامة مالية لكل واحد منهم وتقدمت ادارة النادي باستقناف على العقوبات وهو ما يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه حيث من حق لجنة الاستفاء ولا مش عارف الاستقناف اعتماد العقوبة او تعسلوها او إلغاؤها طبعا انك الكلام ده في العالم الموازي مش هيحصل هنا علشان الخطر احنا هنا الدنيا ماشي هنا بما يرضي الله والدنيا هنا جميلة والناس بتقوم تصلي الدهر تسحى تصلي العصر تنام تصلي المغرب تقوم تصلي العشاء تنام تصلي التراويح تسحى تصلي الفجر احنا عندان الناس ده ماشية بما يرضي الله فهم مستقيل تلاقي الكلام ده الكلام ده اناك في العالم الموازي طبعا اللاه نحنا اتحدلك عليه blood love 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 in my love انا بما ان راجل زملكة فانا يحق الي ان انا منتحدهم اللاه الموازي وسمي المشكله فيها لازم نتحدهم Learn about how to keep up واذا مارس انى فى اخريض من Texas ها انا اقولكو الموضوع كده بلدي ممكن تخلصهم. الموضوع ان هناك بطولة الجمهورية سن تسعة وتسعين طبعا بيتحطي لوائح وبنود الناس تمشي عليها لحد اخر المسابقة بحيث ان حصل اي حاجة في الناس يا جماعة في القلع اه ما عليش يا صحيحنا عندنا الايحة بتقوم كذا 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 فانطبق على الايه على الكلام اللي ماشي ده دي بتمشي معاك لحد المسابقة ما بتنتهي المسابقة فضلت ماشي يا بما يرضي الله والدنيا جميلة انهم عاملين مجموعتين خدوا من هنا شوية من هنا شوية يوب بلعبوا بعض عملوها دور جديد بلعبوا بعض فالمفروض ان طالما ما فيش لايحة جديدة للجزء اللي التاني اللي تعمل فهمش على نفس اللايحة القديمة الموضوع السهل بما اني ما عنديش فهمش على دي هي اوتوماتيك كده ما انت ما عدلت ليش فهمش على القديمة طبعا الكلام ده في العالم الموازي معا لينا كان مكتوب بقى في اللايحة ان في ان اللي ياخد الدوري في حالة تساوي النقط الاكسر اهدافا ولكن هنا في العالم الموازي التاني ان مش الاكسر اهدافا الاهلي للأسف فاذا ساعتها ان نادي الزمالي كل اكسر اهدافا فيوقفوا الدنيا ويعملوا ايه؟ يعملوا ايه يا شباب؟ يعملوا تعديل في اللايحة بعد الموازي ما بيخلص نادي الاهلي في العالم الموازي التاني كان منزل على الموقع على موقع النادي الاهلي في صباح يوم الماتش قال ان نادي الاهلي لازم يكسب بفرق 3 اهداف حتى يحصل على البطولة نادي الزمالك طبعا علشان احنا عارفين ان اللايحة بتقول ان اكسر اهدافا هو اللي هيفوز بالبطولة في نادي الزمالك نازل مش المهم عند ان هو ممكن يكسب الماتش بقدر ان هو بيعمل سيناريوهات للمباراة الموضوع سهل يا جماعة عشان بس مفيش ما تطلع تقول لك اي حاجة من العالم الموازي تتحك عليكو عشان محدش تطلع يقول لك ايه يا عم ؟ لا لا ما هي بالتكافؤ الفرص و اماذا مش عارف هي بالمواجهات المباشرة مباريتين. والمباريتين مش مش تحت اي ظروف. لا ده لهم ظروف خاصة. ماتش على ارض وماتش على ارضك. علشان مبدأ تكافؤ الفرص. لازم ماتش على ارض. ماتش على ارضك. انما ما تحتكمش لمباراة واحدة على ارضك. يعني ماتش الاهلي والزمالي. على ملعب الاهلي احتيك من المواجهات المباشرة. فيه مبدأ تكافؤ الفرص? مش موجود. فاذا المواجهات حطها اخر شيء ممكن تحاول تقلّف لها فرمي دي اخر اقتراح لان ده لو واحد اقتل بريالة مش هيركب على عقله في اول اقتراح بتقدمه فحنا قلنا معه والله انتو قايلين على اللايحة ان احنا بنلعب بالاهداف وفرق الاهداف فانتو زمالك نزل يحب جا في جون ولا جا في جونين فبيحاول يلحق يجيب جون ويقفل بحسة ان فرق الاهداف يبقى جون جي في جونين يحاول يقلل فرق يدافع علشان خطر الاهل ما يجيبش جون ازيال يحاول يعمل نفس فجوة الاهداف يلعب على سيناريوهات الاهداف ما ملعبش على سيناريو الفوز هل لو مثلا انت المواجهات المباشرة وملازم اللي يلعب يكسب انت عملته لي مطش نهائكاس اللي يكسب ياخد الدوري فالله انا ما اعرفش ازاي عملته لي كده فاذا انت النادي زمالك لو كان على درايب الموضوع ده كان يلعب بسيناريوهات مختلفة عن المفروض اللعب بيها على اساس فرق الاهداف فانت مش عارف انت بتجيب منين وبتودي فين بس برضو عشان بص الناس تبقى فاهمة هناك امام عشوري توقف 12 ماتش ام اه غلطه في النادي الاهلي وغلطه في بعض رموز النادي الاهلي احنا مش مع الكلام ده طبعا كلام ده غلط واللي يطلع يقولك احنا مع الكلام ده يبقى راجل ده غلط ده حد غلط ومتاخدش منه كلام يطلع يقولك انا مع ان هو غلط ويتعاقب لا يا عمام عشور غلط ويتعاقب الفرقة بتاعت صحيح قبل ما ارجع للحطة دي تاني بس انا عايز اتكلم في حاجة انت دلوقتي لما غيرت اللايحة اعتمدت وقلت ايه بقى والله يا جماعة بصوا انا انا النادي الزمالك انتو خدتوا ببطولة والنادي الاهلي كانت مصحنا نعم ماتش فايصل احنا نعم ماتش فايصل حاجة من بره اللايحة حاجة مش من عندنا اساسا بصوا ان هو اراده الدنيا بالمرة اقفت تسعة لعيبة من نبي الزمالك يعني انتو مثلا امتو صحيتو اكتشفتو ان في ماتش يوم عشرين بين الاهلي والزمالك في تسعة وتسعين وروحتو موقفين تسع لعيبة ثمان ماتشات المفروض 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 ان ده ماتش اخر ماتش للدفع دي دفع تسعة وتسعين جا اخر ماتش ليه فالناس دي مش تعرف تطبق عليهم العقوبة فيه ما بعد لان ده خلاص المسابقة خلصت فالعقوبة هتبقى سريع على مين هتبقى سريع على امام عشور فاذا ان كل الكلام ده متفصل علشان نقعد امام عشور يعني ما عندناش اي مشكلة هرجع مقال الحترة تتكلم فيها ما عندش اي مشكلة ما معشور يتوقف ما عندش اي مشكلة ان فريق الشباب كله يتوقف والله العظيم ما عندي اي مشكلة انا بكلمكم من محمد سامي او من وجهة نظري انا للعالم الموازي بما ان انا اللي شفت الكلام ده حصل في العالم الموازي انتو لسه مشفتوش الكلام ده انا ما عندش مشكلة ان فريق الشباب كله جمدلي فريق الشباب ما عندش اي مشكلة ولكن ولكن هنا بقى هي الفايصل في الموضوع ده كله ما يبقاش الدنيا كلها دايرة تغلط في بعضها وتشتم في بعضها والدنيا جميلة وده يغلط فيها وده يغلط فيها وده يغلط فيها واجه ساعة ما بتده غلط لأ تعالى اقاف لأ تعالى عقوبات لأ تعالى مش عارف ايه يا باشا طبق من الاول وطبق من بدري ولا ما عنديش اي مشكلة لو هتمفز علي العقوبة والله احنا مع العدل على الكل ساعتها محدش هارفت احبقه انها ممجيش علي انا لوحدي تيجي تقولي اقاف انا عشور 12 ماتش ومش عارف خمس ست سبع تمن لعيب اللي جون في الفيديو يعني لو واحد شتم ووقف جنب اللي بيصور ما انت بقى تروح تعاقب بقى اللي كان ماسك الكاميرا ان هو ما جابوش وبيشتم مش فاهم يعني واقف امام عشور عشان هو اللي شتم وخمس مباريات للتانيين عشان كانوا بيسقفوا ايه 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 تماشى انها كله شتم يبقى تعاقب كله زي بعد كله اتنشرات ولا ايه يعني انا مش فاهم يعني كله امتين الف ولا هو لا امام عشور 12 ماتش ومتين الف واي حد تاني اه تم خمس ماتشات ومئة الف جنيه جماعة تتحكوا على مين ولا تتقولوا ايه والله العظيم احنا مضد العقوبة العيال دي غلطت وتتعاقب واحنا نفسنا طلعنا قلنا اللي بيعمل امام عشور ما ينفعش ما ينفعش ان نلاعب في الفترة دي يعمل الكلام ده او اصلا ان هو العين عليه بقاله فترة ويسلم نفسه بنفسه للعقوبات والكلام ده خلط من امام عشور طبعا ويتعاقب ولكن انا دفاعي هنا على العقوبة اللي هو ما يتعاقبش وما يتوقفش والكلام الفاضي اللي عمل بيحصل ده انا واقف في وش العقوبات والكلام ده لسبب واحد مش علشان خطر انا ماشي ضد عكس الناس كلها ان انا لأ انا بغلط وما تحسبش انا على راسي ريش لا يباش انا مش على راسي ريش غلطت عقبني ولكن عقب اللي قابلي عقب اللي انا النهاردة مثلا اهو جاي بين فيديو فيديو انت هنا استندت على عقاب لعيبة نادي الزمالك بفيديو من كاميرا تليفون اصلا ولا في الملعب ولا في مرائب مباراة والبطولة خلصت رسمي والماتشي خلصت رسمي وما بش اي حاجة انت في غرفة خلق الملابس لو اللعيبة انت مالكش ان انت تعقبها تعقبها بناء على ايه النادي هو هنا اللي ياخد الخطو ولكن النادي هنا ممكن ياخد الخطو تقول لي انت نادي الزمالك ما عقبه مش انت نادي الزمالك ما عقبه مش لان كان فيه سب بالايقاف من اتحاد الكرة او من لجنة المسابعات ولا العقوبات ولا النيلة ولا البلاء اللازرق ان هو هو لا سب ايه 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 احنا احنا لي فرصة حتى لان زمالك ان هو يطلع حقوبة للناس دا فطب اي ناس زمالك هيتطلع مش عاقب بسبب ان انت لا انت جاي على الناس دا بسبب ان انت ما بطبقش كلام ده من بدري احنا عندنا اهو فيديو صغار خالص فارضيت الملعب يعني المفروض يكون في مرائب مبرارة بشوفوا الكلام ده والمفروض يكون في كل حاجة لحد ما النور نور الكشفات كده بيتطفة اهو موسام عشور شايلوله على كتفه وبيغني وبيشتم نادي الزبالك ما توقفش نص ساعة نص ساعة وحدة حتى مش هقولك توقف حتى تخلي مؤقلوله عيب والله في التليفون لا لا بش اي حاجة لا بش اي حاجة حصلت وهو عيانا بيانا قدام الجماهير هتيجي تقول لي اه ما عليش يصل ده جماهير ده مع الجماهير في الجماهير عادي يامش هقول ليش علىوا ح가ب البلد يبلع كلامي يبلعه والله ا�� ابيпод الجمهور اللي يعمل كده فهو جمهور قليل الادب ايا كان جمهور الاهلي او جمهور الزمالك انه محدش يقول لي فقط when your judgment works لا ده اصل ده جمهور را جمهور لو في جمهور كده بيعمل كده ببعبد جمهور قليل الادب اذا كان جمهور اهلي او جمهور زمالك فاللاعب اللي يعمل كده فهو لعب قليل الادب ويستحق العقوبة ايا كان المكان اللي هو واقف فيه زي ما انت عايزت عقب امام عشور كنت عقبتني حسام عشور ولا هو فرق من داس مؤمام وداس محسام مش فاهم اللي اتنين اسمهم ابوه مش معشور فالمفروض المفروض كالدنيا مشيت ونيجي برضو في نفس الفيديو شتيه مصريح النادي الزمالك رمضان صبحي واقف وبيوجه الدمهير يشتموا نادي الزمالك وبيغني وبيرقص معاهم والموضوع عادي جدا عادي جدا ليه يا جماعة عادي جدا علشان ده ده النادي الاهلي وديه اللعيبة النادي الاهلي ماينفعش المساز بيينفعش العاقب الشناوي لما يتوقف اربع مطشط عشان تعد على الحكم لا والله يا جماعة ايه وانحنا هنوقف ومطش واحد علشان خاطر انها دي الاهلي في مهمة وطنية رايح يلعب في كاشل عالم للانديا اصلا اللي هي حاجة هو بيمثل نفسه فيها ما بيمثلش مصر عشان ما حدش جي يقول لي اصلا الانديا بتروح تمثل بلادها باير مونيخ ما بيروحش يمثل المانيا ليفربول ما بيروحش يمثل انجلترا اصلا ليفربول لو عنده ماتش درجة تانية بالفرقة دي بيلعبه قال له ما عليش انا عندي كاسل عالم للانديا قال له يا باشا ما ينفعش لفربول لعب كاسل عالم للانديا والفرقة التانية لعبت استون فيلا تقريبا اشحاب يهرب رايح ارتغلب اربعة يلعبوا بالعيال ما ينفعش التحدي الكرة يروحوا علوه مwyn bye هاشلا نحنننعب باسم انجلترا فسقول لها انجلترا دي عن ضمك هيقول له كده على طول فاقد كنتوا الاشناوي إذن انك وقف لي الحناوي اربع ماتشات قليلا لذهب الاهليه لماتش عشان يلحق يلاعل بيراميدز ويلحق المهمة الوطنية طبعا انت عندك امام عشقور عنده اولمبيا تحسي بديف دي وتبقى مهمة وطنية بمهمة وطنية والموضوع يمشى عادي والدنيا جميلة انه بلاء الزمال الغلط عاقب وبقى شد العقاب وقلب قبضة من حديد وانزل طبعا كل الكلام ده في العالم الموازي شمعتش يقول لي على حاجة يعدل عليها في حاجة شمعتش يعرف حاجة غيري انا اللي شفت في العالم الموازي الوحد طبعا في العالم الموازي برضى لا بقوم بيتحرك عشان بحاجة يطلع يقول لي انه بيساقفه بس وبيروسه بقوم بيتحرك على الشتيبة يعني كل لعب واقف ادي عندك سعد سمير ودي عندك حسام عشور ودي عندك ما تفهمش محمود متولي ولا مين وده مين تاني وصبر الرحيل وعندك لعبة كتيرة من النادي الآله وقفة عمالة تشتم نادي الزمالك فارضية الملعب فارضية الملعب فارضية الملعب فارضية الملعب متعاكبوش ما اخدوش نصف ساعة هو ده اللي احنا بنتكلم فيه والله العظيم ما عندنا اي مشكلة تجاه العقوبة المطبقة على فريق الشباب لنادي الزمالك ولكن كان لازم ولابد الناس دي تتعاقب قبل ما تعاقب بتوع الزمالك قال انا ما عاقبتش دول يبقى انا هجقف وشك وانت بتعاقب لي دول لا يا باش احنا مش هنعاقب الكلام ده ومعليش هنعايز ارجع للقرار اول البيان الصحفي اللي كان منزله نادي الزمالك باللي هو لا احنا هنجمد النشاء ونبي ما تنعروش وتتحكوا علينا احنا مبقيناش بريالة وتحاولوا تاكلوا الجمهور بالكلمتين احنا مجلس ادارة هيدف حقنا مجلس ادارة في ماتش الطايرة مش عارف اين حقه ماتش البسكت متفهمش اين حصل ماتش الاهل والزمالك احنا عاشدين حكام اجانب حكام مصري اما الماتش هيتأجل النهاردة راعد ادور عن ماتش بتاع الاهل والزمالك متأجل عشرة خمسة ايه دا تأجل امتا جوجل اجله من نفسه فانا مش فاهم بجد عشان الشنو عنده كرونا ومش عارف من عنده كرونا ومش عارف من المصاب وعلي معلول عنده خلفية ومش عارف من عنده الضمة وياسر ابراهيم عنده وليه وزم تفهمش لا اجل اجل يا باشا انا مش فاهم يا جماعة الموضوع بقى ماشي كده ليه الموضوع بقى بيحصل تحس ان هو ممنهج على نادة زمالك حدت لها يا ابنة يا جدعان ده ايه يا ابنة يا غبي ده ايه طيب وقل لي من منظور امك امام عشور غلط غلط يتعاقب يتعاقب ولكن كان دول اتعاقب ولعيبة الجونة لما شتمت لعيبة الزمالك في الطرقة وهم خارجيهم وشتم الحكم وما تعاقبش يبقى متجيش متعاقب ليش كل ده وتجي تعاقب لي امام عشور ومش عارف ايه امام عشور غلط انا معا العقوبة ولكن معاقبتش دول ايه ما تعاقبش دول هي كده يا باشا المصواف الظلمة عادل انما متجيش على كل يا باشا كده وتختارنا انا تعاقبني اي حاجة عايز تمشي على الزمالك الاهل يقولك انا هنسحب من المصواف ده انا في حالة لو ما اجلت يتأجل لو ما اجلت ليش المصواف انا مش هروح لا اتعالى المصواف افتح له الاستاد ومشي الزمالك افتح لنا الاستاد ونقول لنا الكشفات الزمالك مجاش عاقب الزمالك اللايحة متمشيش على الزمالك في البلد بجده والله العظيم يجدعان احنا عندنا ليحة وعندنا لويع وقوانين تمشي على الكل والله فوق رأسنا اقسم بالله فوق رأسنا وما عندنا اي مشكلة مع احد هيبقى اي اللي عندنا مشكلة لو كانت لعبة الاهل مثلا دي تعاقبت وجات لعبة الزمالك تتعاقبت يا اما كان لعبة الالي غلطت برده زي هم وتعاقبت نعم طب ما تعاقبوش يا جماعة والشيتيمة والحاجات صريحة هيو قدام الناس والناس برده ما عندهاش عندها اسر نظر مش عايزة تشوف البععة السودة اللي على هدومهم وجايين عايزين يشوفوا النقطة السودة اللي على هدومي انا انا مش فاهم بجد الموضوع بقى اعمل له كده مع الزمالك اي حد دلوقتي بقى شاية عامل في الزمالك بقى تحس انه ما فيه اجندات معمولة عن الكلام ده بجد الموضوع بقى يزهق وما حد يش يطلع يقول لي ده دول كانوا بالجمهور اللي كان في المدرجات بيغلط يبقى جمهور قليل الادب يا عم زي اما انا لو فيه جمهور قليل الادب انا جمهور قليل الادب ما تجيش على حسب بانطلونك تمديل رجليك البانطلون قصير ترفع لرجلك لفوق ولو طويل تشد رجلك وتشمر البانطلون مش عايزين نمشي في المجال ده يا عم ايه انا اقول لك انا كنت باشت من نادي الالي انا اقليل الادب انا اقليل الادب وما لقيتش اللي يعقبني فهتمادى انما ما عجيشت على لعب كرة ما لقيتش اللي يعقبه وجاءنا غلط فتعقبني بناء على غلطة الدميع ومشي على كله بعدين ايه اتناشر ماتش ايه في اللايحة يقول لك عقابه اتناشر ماتش عمل ايه فجر النادي الالي مش فهم ومتين الف جنيه ضرر ايه على مين اللي هيخد ماتين الف جنيه ولا انتم بتاخدوه مثلا المرتبات متع الناس اللي مقلهاش ايه تلاتين نازمة في اتحاد الكرة في العالم الموازي للعالم اللي احنا عايشينه ده الموضوع بقى غريب والموضوع ما بقاش يتسكت عليه انا كل يومين نطلع بحاجة نتكلم فيها يا سيادت المستشار يالي في العالم الموازي يالي ماسك نادي الزمالك والله العزيب في واحد تخريك خدمة اجتماعية دايس على وشك ودايس على وش كل اللي في نادي الزمالك وما حديش عادي في يعمل اي حاجة ما حديش شخصية احنا لو اللي ماسك رئيس نادي الزمالك في العالم الموازي واحد من شركة فالكون بتاعت التأمين والامن والكاكون لا احد عنده شخصية بيعرف يتكلم الناب اللي بيحصل ده حاجة زيبت بصراحة لما يبقى عندك فريق الشباب لا اخد تعالوا انتوا بصفتوا نا اخد تعالوا حنا نعمل ماتش فايصل احنا عملنا بعض الماتش طب يا باشا ما انت ما كانش وارد الاهلي يكسب الماتش الزمالك ده فانت مفروض عندك علم الدفع المفروض يا جماعة قبل ما نلعب قبل ما نلعب اهو انا ما اخلي بالكو القلي لو كسب المواجهات مباشرة فاذا ان الزمالك يلعب عالفوز مايلعبش على التعادل وفرق الاهداف وخلق ماهاش غير صدق عملنا ماتش الزمالك ثاني الفريق الشباب ولكن انا بخلص على فريق الشباب قبل ما يروح الماتش ده مش ان احنا هلالعب الماتش ده و العقومة تبقى من بعده لا انا بخلص على فريق الشباب هومين دلوقتي بحط تسع لعيبة اقفات ثمان ماتشات بحيث ان احنا الف مبروك للنادي الاه بس جدا خلاص الف مبروك للنادي الاه بدون التسعة وتسعين ابطال الجمهورية عدوا حدود العالمية عزائي السادة المشاهدين ما تنساش تعمل لايك على الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير لي الفيديو حيزي عكو لعي المهاردة عزائي السادة المشاهدين السلام عليكم